أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر وقد جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا مفصلا أعدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية حيث أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد